المهم فيه فلوس وفيه ناس بتعمل دولة وقتع خاص وقتع عام بيعملوا مشاريع ضخمة انا ما باخترعش العجلة انا بقول لحضرتك ان انا بتعامل مع مؤسسات مالية يبعت لك كده الصبح يقول لك والله احنا بنمول شحنة سكر جاية من البرازيل ورايحة الدنمارك تمويل البتاعة ديت كذا استهم بكذا تدخل معنا ده ده بنك طيب انا بسأل سؤال ليه برا وليه سكر وليه بنكه طبي عمي ما تدخلني في المونوريل القطر الجميل اللي هيتعامل ده تدخلني اعملوا قاسهم من الاول سندات سكوك زي ما انت عايز تدخلني معاك اشتري اكيد واعمل لي دراسة جدوى كده قول لي والله احنا متوقعين وده حاجة هتشتغل يعني القطر اصله ما بيقفلش القطر هيقعدش تلاتين سنة فانا كمصري اللي بحب الحاجات اللي هي الحصالة مش عايز اشغل نفسي في قطر شغاق دخلني معاك المونوريل ده انت ليه تشيل كل تكاليفه انا ادخل انا ده حتى لو دخلتين انا كشعب بعشرين في المية تلاتين في المية اصحب يا عام الفلوس الكتير دي ما تسيبهاش للناس دي دخلني في كارتة السويس يا عام انت مش الطريق ده عايز تحسنه وبتاع وصرفت عليه فلوس وكل يوم ناس رايحة جاية بتدفع انا ده ده انا شايفه انتو عارفين لما معلش القياس مع الفارق يعني لما اخده اسماعيل ياسين يتفرج على كل يوم البوستة ويا بتقول له بوستة انت عتشتري ما نشتري انا شايف البتاع ده كارتة اسكندرية انا اشتري في ده عامل محطات فانزي معاك انا معايا فلوس انا مش انا مصر معايا فلوس خدوا مننا الفلوس يا جماعة لانه دلوقتي اللي بيجرى ايه فوائد بتقل ومشاريع عايزة فلوس وفيه فلوس طب ايه يعني معلش انا قد اظهر ان انا بني ادم اهبل انما ادي المشروع وادي الفلوس دخلني معاك واعد انا بقى عشرين تلاتين سنة انا والعيال يا ابن انا شاريلك ده مثلا يعني هتقول لي انت بازال لابل اللي اشتري الترمي اه انا اشتري الترمي اديني الترمي وانا اشتريه شو بقى ادي ايه انا مستعد انا عمر اديب لو قلتني بكرة انا اشتري في الترمي لانه انا عارف انه مضمون عارف انه دي حاجة طويلة الامد هدخل معاك في مجلس الادارة وفي الجمعية العمومية وانه يبقى فيه الشعب موجود او رقيب على الفلوس اللي موجودة وعنده اختراحات جوه الجمعية العمومية هندخل واحد من عندنا يبص على الحاجة تبقى ماشية ازاي نضمن انها ماشية كويس اشتركوا في القناة